أعوذي بالله من شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل البيئي معالجة المياه هو التريتمينت الوحدة الخامسة ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة تعريف الطرق المصادمة في معالجة مياه البحر ونواصل شرح تفاصيل لأحد طرق المصادمة في معالجة مياه البحر وهنا تسمى الإلكترو دياليسيس إي دي انتقال الأيونات خلال غشاء شبه موفيس تحت تأثير جهود كهربائي هذا هو تعريف لهذه الطريقة أي الأيونات يتم انتقالها خلال غشاء شبه موفيس تحت تأثير الجهود الكهربائي تستخدم الغوة الدافعة الكهربائية على الأقطاب المتاخمة لجانبها الغشاء لفصل المعادن الزائبة في الماء إذا عن طريق شحنة كهربائية تم تجازب الأملاحة السالبة تمشي إلى القطب الموجي والأملاحة الموجي وتمشي إلى القطب السالبة يعني بهذه الطريقة البسيطة فصل المعادن يتم في وحدات الغشاء تسمى أزواج الخلية وكل زوج خلية يتكون من مصعد ومهبط إذن بيكون عندنا خلايا متعددة هذه خلية زايد ناقص ويناء خلية أيضا زايد ناقص ويناء خلية زايد ناقص والزايد هو المصعد والناقص هو المهبط ويطلق على التجمع كامل أزواج الخلايا وأقطاب الغشاء المرصوص ميمبرين ستاك كما هو موضح في الشكل الموجود في الشريحة التالية إن شاء الله نوضح هذا في الشريحة التالية عملية الديلزة فعال إذات الملح من ماء البحر لأن المهبط الكاسد وقلنا الغطب الساليب يجزب أيونات السوديوم لأن السوديوم بتكون موجبة إذن تنجزب نحو هذا الشيء الساليب والمصعد يجزب أيونات والمصعد هو موجب ويجزب أيونات الكلور الساليبة يجزب أيونات الكلور الساليب إذن عملية الديلس فعالة إزارة الملح مع البحر لأن المهبط كاثد يجزب بيانات الصوديوم والمصعد يجزب بيانات الكلور نرى هنا في الشكل الواضح الإلكتروديلسيس ميمبرين ال-ED stack لاحظنا أن الخلايا هنا كل مرة نشوف خلية مجموعة حوالي 6 خلايا زائد ناقص زائد ناقص إذا قلنا المصعد هو موجب يجزب الكلورات في النهاية يكون الإشارة بتاعته ناقص وهنا المهبط أصلا هي الإشارة ناقص ولكن في حالة عملية عمل الخلية أثناء عمل الخلية تتجمع أيونات الصوديوم كلها في هذا الاتجاه فيصبح الشحنة هنا موجبة وهذه بساطة عملية ال-Dialysis الإلكترو-Dialysis تعتمد على مسألة المصعد والمهبط وبهذا نصل لنهاية شرح هذه العملية ونواصل لشرح طرق أخرى في المقاطع القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر